اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وان نادي الزمالك لم يطلب تحكيم اجنبي لمباراة نهاية السوبر المصر المقرر لها يوم الخميس المخلل كمان اتكلم وقال ان هو مفيش قرار رسمي بتعيين امين عمر حكم لمباراة نهاية السوبر واربع حكام مرشحين لادارة المباراة وقال كمان انه لم يتحدث احد معنا بشأن تعيين حكام اجانب السوبر المحلي والاهلي لم يعترض على محمد معروف وكمان الزمالك لم يعترض على امين عمر اختتم رئيس لجنة الحكام وقال ان عشور وقال فرحان مرشحان لتقنية الفيديو في نهاية السوبر المصري وكمان كشف مسؤول اتحاد الكورة ان الزمالك لم يرسل خطاب رسمي للمطالبة بتعيين حكام اجانب لمباراة نهاية السوبر المصري قدام النادي الاهلي والمقرر لها الخميس المقبل في الامارات واوضح مسؤول اتحاد الكورة انه لا يتم الاخذ بالتصريحات التلفزيونية او مواقع التواصل الاجتماعي ولكن بالخطابات الرسمية فقط حتى يتم رد بشكل رسمي من قبل المسؤولين خلينا اقول لحضراتكم ان استقرت لجنة الحكام بالتحاد الكورة على اسناد مباراة نهاية السوبر المصري يوم 24 اكتوبر الجاري بالامارات للحكم الدولي امين عمر على ان يدير الحكم الدولي محمود ناجي مباراة تحديد المركز الثالث كمان اسنادت اللجنة مباراة الزمالك وبرامز في نصف نهاية الى تقم تحكيم كان بضم محمد معروف حكم ساحة ومحمود أبو رجال مساعد اول وهاني خيري ومحمود ناجي ومحمود عشور في حكم الفيديو وعمر فتحي مساعد حكم الفيديو بينما ضم تقم مباراة الاهل وسراميكا اللي قدر النادي الاهل ان هو يحق الفوس فيها بنتيجة اثنين واحد في حكم الساحة احمد الغندور وكان مساعد اول احمد حسام وشريف عبدالله مساعد تاني وامين عمر حكم رابع وهو الفرحان حكم فيديو والاماراتي عيسى خليفة مساعد حكم الفيديو خاض لعبه الفريقين بعض التدريبات الخاصة قبل طبعا العودة لإقامة التدريبات القوية والخططية والاستراتيجية قبل لقاء القمة المرتقب ونادي الزمالك قاد لعبيه بعض التدريبات في صالة الجيم بفنده لإقامة فابوزابي بعد الفوز على بيراميز مساء طبعا أمس في نهاية كاس في نصف نهاية كاس السوبر المصري كان البرتغالي جوزي جوميز المدير الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية على أن يستأنف الزمالك تدريباته التلاتة استعدادا لمباراة نهاية كاس السوبر المحلي قدام النادي الأهلي والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل الزمالك كان حالي الفوز على بيراميز خمسة أربعة بركلات الترجيح بينما حقق النادي الأهلي الفوز على نادي سراميكا بنتيجة 2-1 علشان يضرب موعد مع نادي الزمالك في نهاية بطولة كاس السوبر المصري في الإمارات وهي المباراة اللي بينتظرها عشاء كرة القدم المصرية وخاصة والمحلية بشكل عام طبعا وطبعا القرية باعتبار النادي الأهلي ونادي الزمالك 2 من فرق الكبار في قارة أفريقيا بنتمنى في نهاية المطاف لنا تكون مباراة على قدر الفريتين باعتبارهم طبعا أكبر فرق المصرية وكمان في إفريقيا نادي الأهلي ونادي الزمالك في نهاية بشتركوا مع الفصل المتابع اللي هنطلقي في تغطية جديدة من شاشة التلفزيون اليوم السابق